بس ازاي مروة دي تقدر تسامح باباها؟ يعني المطلوب احنا لازم هنقول لها تسامح لانه ماينفعش نقول رأي تاني او ضمرنا مش هسمحنا نقول رأي تاني اه طبعا اه طبعا نقول لها تالتة مثل العذر انه هو عنده جهل انا هنقول بس هو انه هي تالتة مثل معنا بيدور حضرتك يعني انا اولا احييك جدا ان حضرتك بتقولي انا لو قلت لها تسامح بس مش هتسامح فانا عايز اخلق لها دافع معين اخليها تقدر من خلاله وده حاجة جميلة جدا حركة ذكرتها لان ده اتعى كيفية التعامل مع العقل الباطل انا بتعامل مع عقلي ده عشان اعرف ان انا يفضل مسيطر معي او هو اللي بيسيطر علي فاحنا هنا بنخلق له الدافع ايه الدافع اللي احنا نقدر نخلقه له ان احنا نقول ان هذا الرجل هو جاهل ما اعرفش او ان نقدر نقول عليه انه هو برضو ثقافته وبيقته اللي هو تربى فيها ممكن هو تربى بهذا الشكل فانقول لها معلش هو لو كان عنده ادراق اكتر من كده كان يا مروه هيتعامل معاك افضل من كده وكان هيحبك اكتر مكانش هيعمل كل اللي هو عامل ده سيف نفس الوقت شايفه نموذج الام برضو عامل كده نموذج الام ده برضو هو من ضمن الامور نعمل ايه نقول لها معلش سامحي وهم برضو اهلك وهم ده البيئة اللي هم تولدوا فيها ومعلش انت في الاخر وفي الاول انت الكويس ان ربنا انعم عليك بان انت وعيا وبان انت عندك التفكير ده واحييك ان انت عرفت من خلال هذه البيئة تطلعي بهذا الفكر وتطلعي بهذه العطفة انت واختك تحديدا اللي احنا استسنناكوا من البيئة دي فهنقول زي ما حرك قلت انا مع عمري ما هقول لحد ما تسمحش وحرك مع عمري ما تقول لحد ما تسمحش ولكن اخلق الدفع لنفسك بان هما يعني هسألك سؤالي يا دكتور بورا منهج بساعد تفكر فيه كده وانا لما عريت القصة كذا مرة فيه دكتور يقبل انه بنتي تقعد تجمع وتعمل جمعيات وهو في ايده انه هو يعملها لها كده ابو ولا دكتور دكتور بقى ويقولك سؤال بورا منهج خارج اه بورا منهج ايه المجتمع اللي بقينا في ده ايه ده بنت جمعت صغيرة ويتيمة الاب وعندها 15 اخ واخته وانت عرفت القصة دي وانت بتجمع عشان تعمل عملية تقدر تمشي زي اللي بيمشي اللي هو اقل حق اليها في الدنيا انها تتمتع بصحة كويسة هو انت قلت لها عايز 60 الف جنيه جمعت 40 وفيه كده واستبس تاني انها تكمل بقين للأسف احنا يعني احيانا بنشوف هذه الحاجة الامور واحنا بنقول ان احنا يعني برضو مش كل حاجة منتظرنها بالفلوس بالزبط ما هيما بالناس بتعمل حاجات خيرية وبنعمل حاجات لله وبنعمل حاجات ما بننتظرش عليها أجل والناس اللي بيروحوا في امان كتير وقال له انا معيش روس وقال له طب اعمل لك الحاجة الفلانية ليه ما بيناش بنرحم بعض انا عايزة تفسير منطقي وعقلاني ويرضيني بقى يمكن الطبيب اللي هي لجأت له بهذا الفكر ولكن فيه دكاترة تانين اكيد عندهم الرحمة في قلوبهم ويمكن ما تقابلتش معهم انما لا اكيد فيه كده وفيه كده هي تعاملت مع شخصية معينة يمكن وهو شايف ان الفلوس هي بالنسبة له هي الاساس انا مش هعد اقول لكل واحدة يقولك انا مش فتح حسبيت كل واحدة تيجي تقولي وانا بقى شغل اضياع ومش عارف ازاي وفيه ناس تانية دكاترة بيعمل الكشف بتاعه للفقراء مجانا وبيعمل بيروح اماكن فيها امور مجانية بيعملها كتير وبيعمل بنشوف ده وبنشوف ده لازم نقبل شوفنا فانا ايوة على السوشال ميديا دكتور الغلابة وكان فيه كذا قصة ودكتور يعدي بالصدفة ويعالج ويعمل بس انا عايز اعرف هو مروة هي اللي بتجلب حواليها الناس دي يعني ودايما نيجي اقولك انت بتجلب الطاقة المش عارف ايه ده الكلام ده حقيقي انا ممكن اجلب طاقة طبعا احيانا بنجلب هزيه طبعا احيانا بنجلب هزيه يعني طول ما انت ماشي وستلا تلاقي مسلا حد دحك عليك فتلاقي اللي حوالي كلوم بتحكوا عليك هل فيه الكلام ده اكيد ده بجد اه لا بجد لان ده يعني وانتكلم انا مش عايز اتكلم عن علوم الطاقة وكلام ده كله دي انا حاجة انا مش متخصص فيه ولكن هو فكرنا احيانا كتير جدا هو اللي بيمشينا بيودينا ناحية طريق معين من كتر ما احنا بنفكر فيه من كتر ما احنا خلاص بقادلة طبيعي بتاعنا فهنلاقي ولا لما بنخاف من حاجة بتحصل لنا زي ما لك اللي خاف من عفريدي يطلع له بجد انا خايفة ان الرجالة ببص علي وانا ماشي او ان حد يعاكس او يقول كلمة او يتحرش فده ممكن يحصل ده بجد الطاقة دي انا بجلبها اه طبعا حتى لما بنيجي نقول نتجوز بقول لحد ما تروحش تقول انا مش عايز الصفة الفلانية لانك هتلاقيها يقول لك انا عايب ابتلى دي معروفة اه او تقول لحد مثلا ايه اللي بتعمل وتلاقي نفسك بتعمل ده بجد طبعا وحدك انت يعني دي طاقة ولا دي كارما دي ايه ولا دي سبحانك يا رب يعني بيبتلينا بي ده بيبقى ايه لا هو زي حركة قلت هو انت بتجلب حواليك لان انت بتكسير التفكير في هذا الامر في عقلك البطن ده كأنه شخص تاني معك عشان كده مثلا لو انا مثلا مهتم بجانب معين مهتم بجانب الارشاد الاسري مثلا وقاعد في مواصلة من مواصلة وحركة قاعدة جنبي اعلان هيمر احنا اللي اتنين هنشوفوه انا هنتبه حركة وش هتنتبه لان انا مثلا حركة مش مهتمة وانا اللي مهتمة او العكس فهتلاقي ايه ده اه ده فيه وكأن بيجلب لي موبايل اللي انا عايز اشتريه هبصة لقي ناس كثيرة جدا مسك الموبايل ده 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 فعلا لان انا حتى سمعتها قبل كده من موزيع شهير جدا كاب يقولك انا لما قررت ابقى موزيع حتى وانا باكل ساندويتش الفول والطعمية وانا واقفة العربية كنت تقرأ اللي مكتوب في ورق الجرائد اللي ملفوف به ساندويتش عشان لازم ابقى مولم بكل المواضيع ففعلا انا وديك راح بيشوفها بزاويته راح بيجل بالطاقة اللي هو عايزه اه طبعا حركة هتلاقي نفسك بتتحرك طبعا الفكر اللي حركة بتشوفه فهزي ما اقول حركة حركة كل ناس انا هبقى قاعد حركة انت عايزة تشتري الموبايل ده فانتي هتشوفه كتير وانا هبقى قاعد جنب حضرتك مش هشوفه بنفسها هزي القصر ليه بقى وكأن كل ما هتشوف الموبايل ده فاكن عقلك الباطن ده معاك واحد بقولك بصي ده الولا رجل اللي هناك ده مسكه بصي ده فيه واحد محطوط على الترابيزة دي فههم ما بقى كتير يعني ده بيبقى العقل باطن زي ما مر وقالت في قصتها انا سألت حركة السؤال ده ليش انا اسألك بقى اللي هو اخر حاجة ختمت بيها مرة بتقولك انا مليش حظ لو انا عاد تقول انا مليش حظ انا مليش حظ فعلا مش يبقى ليه حظ هتفاقلوا بالخير تجدوه طبعا طبعا انا هتفاقل بالخير ازاي هلاقيه مين اللي بيسمع الكلام ده انا عقلي الباطن زي ما مثلا يجي يقولك وقت ما تتخنقوا بعدوا اي قلات حادة لانه ممكن الشيطان يخليكوا غصبا عنك ولو انتوا عندكوا افكار انه انت عايزت انتحر او عايزت موت لقدامك انت ممكن تعمل لا دي حاجة تانية ايه دي بقى دي اننا لما بيكون عندي الغضب مرتفع اي حاجة فيها عاطفة من ضمنها الغضب ده بنعتبره من انواع العاطف انه هو عاطفة لما العاطفة بترتفع العقل المنطقي ما بيعرفش يشتغل ما بيعرفش يقوللي اللي انت بتعمله ده غلط ولا صح طب بيجيب الفكر منين ليه لما ارتفعت العاطفة فانا مسكت الحاجة دي خبطت بيها الشخص القدامي بيجيبها من المغزن اللي متخزن جوايا الافكار اللي موجودة عندي ما بيجيبش بقى ايه انت هيحصل لك كجر يعني هي لما تقول هنتحر هنتحر ممكن في يوم الايام كتر ما هي غضبانة تمسك حاجة وتموت نفسها طبعا وقت الغضب مش هتفكر بالمنطق اللي هي بتفكر فيه في الوقت العادي فهتروح تعمل الحاجة هتروح تدور في المغزن اللي انا عرف بنتي يا دكتر قعدت مرة وكتبرضو كل شوية ما تقول اهلي مش كويسين اهلي مش كويسين كانت جاية عشان تسعيدنا في البيت ممكنش لصرفها من مرة يعني شفناها وقالتلي انا هاجي الاسبوع الجاية مش هارفين بتتخانق مع علا مسكت اللي هو الجاز بابور الجاز اللي بيلو عليه ده وقعدت تفضي على نفسها وتفضي على نفسها جاز بعدها وحيتمولعة في نفسها بجد درجة انها روحت لها في المستشفى ساعتها وشفتها وماتت لان عشان هي كتتحطة في دماغها كده كتتحطة اللي حصل بقى اما حزنة اوي ده تسميها عاطفة يا اما اصلا غضبت اوي يا اما تصدمت اوي حصل لها حاجة من ضمن العاطفة هي في الاخر عملت شيء مش منطقي نهاية تعمل الواحد يروح مسك ضرب واحد بعد ما يفوق شوية يقولي انا ليه عملت كده انا ريتني ما كنت ضربته لان هو ساعتها ساعة الغضب عشان نسيطر على الغضب ده لازم علاج انا احنا قلنا ازاي انها تخليها انها تتسامح باباها وقلنا لازم نسيطر على عقل الباطن ويتشتغل على نفسها في الموضوع ده وتسامح عشان هي ترتاح ازاي بقى اخليها تشيل من دماغها بقى ودي اخر حاجة يختم بحر يعني بيها مع حضرتك انه تشيل من دماغها انه انا حظي وحش انا لازم اموت وانا ري ناس كلها وحشة معايا وانا ري دايما بتضحك علي بنشيلها ازاي بتشيلها بان هي يعني انا هي صحيح لها تمنيت فانا مش هي ممكن ما تقرأش تنك يعني حرك اختصرها لي انه يقول لي عشان حتى لو حد في البيت قاعد معنا ومش مقتدر انه هو يروح لدكتور يبقى استفاد من الحلقة معنا طيب اي حاجة عايز تبطلها اي فكرة عايز تبطلها او اي تصرف او عادة عايز تبطلها من ضمن الحاجات اللي هتساعدك يعني مش هنقول هي الاساسية ولكن اللي هتساعدك على طبطلها ان انت تكتب او تفكر في ثلاث او خمس سلبيات لتواصلك مع هذه الفكرة وثلاث لخمس ايجابيات لو بطلت هذه الفكرة وتبدأ ترددهم داخل زهنك اول ما تصحى الصبح وبالليل كأنك بتديهم وركل عليك البطن والتنين وتصحى الصبح تردد هذا الكلام برضو بتركيز مع الوقت هو بيبتدي يستجيب ان انت عملت اقول انا لو فضلت اقول ان انا حظي وحش فانا في الاخر مش هتحسن فانا في الاخر ممكن اموت نفس فانا في الاخر دي جيرا الاجئة السلبيات انا لو قلت ان حظي كويس وحظي حلوة انا بديها هقول التبريد هتقول لنفسك ان انت في الاخر هتلاقي نفسك حياتك افضل ممكن لسه في امل في حياتك ممكن تقابلي الحد الكويس تبتدي تقول لنفسها الحاجات اللي ممكن تقنع بها نفسها بهذا الامر مترددها لنفسها طول الوقت باستمرار زي ما احنا قلنا بالليل خاصة بالليل قبل ما اتنام وبالنهار اول ما تصحى وممكن على مدار اليوم مع الوقت وكأني انا بشيل الافكار بقى من دماغي وبغرس قدامها بقول للعالي ده اللي هو كأنه واحد تاني معايا خلي بالك ما تعملش كذا 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 عشان ده مضر والحاجة كذا 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 دي اللي مفيد بتقدردد هذا الامر الفترة مع طبعا زي ما قلت حركة هي حاجة مساعدة وكويسة جدا ان انا اقدر اقول عشان نقدر ننزع الافكار السلبية خط مكانها افكار ايجابية لانه العقل الباطن بيتحكم فينا بنسبة كبيرة جدا اه طبعا